الترجي في مباراة واحدة لا مش في مباراة واحدة ده في شوط واحد بيجيب اربع كرات في العرضة والله ما فيه اي مبالغة الترجي في شوط واحد امام الصفاقسي التونسي اربع كرات بين القائم وبين العرضة كده يا جماعة ايه الحظ ده لو كنت مشجع من مشجعين الترجي التونسي كان ممكن يجيني سكتة قلبية في مطش زي المطش ده اربع كرات في القائمين والعرضة لا كتير يا جدعان قوي كتير قوي اربع كرات في شوط واحد عشان الترجي يودع البطولة رسميا الترجي برى البطولة رسميا الصفاقسي برى البطولة رسميا فريقين تونس مسافرين ورجعين على تونس وياخدوا المنستيري في ايديهم كمان عشان يصعد مركز اول الاتحاد السعودي العميد بالعلامة الكاملة بالتسع نقاط كسبت تلت مطشاط يا باشا ما عندوش يزار ما عندوش يامر حميني وفي المركز التاني الشرطة العراقي بالاربع نقاط رغم خسارته النهاردة الترجي كان يكفيه جول واحد بس عشان يصعد من المجموعة ويروح للدور اللي بعد كده ويروح لدور التمانية لكن الترجي ما يقدرش يعملها الترجي بيتعادل مع الصفاقسي اللي لعب قدامه مباراة رخمة اوي يجد عند احنا بلد واحدة طب سيقولنا حاجة مفيش الكلام ده باشا في نزاها في المطشاط النهاردة اول حاجة حصلت نزاها كبيرة جدا بين مباراة الترجي والصفاقسي الصفاقسي بيلعب مباراة ملوش فيها اي حاجة كده كده مودع كده كده مروح لكن في الاخر بيلعب مباراة وبيتعادل وبيخرج الترجي ايه ده يا جدعان ايه اللعب النازية ده عندنا في مصر هنا فيه زمارك والاسماعيلي كان الكساب لهم يكسبو 8 صفر هناك منشوف الاتحاد قدام الشرطة صراحة افتكرت الاتحاد صايب المطش من اول المطش كده قلت لقي الاتحاد صايب المطش ده الاتحاد بيلعب بكل اللاعب البودلا يا جدعا ده مريح كل النجوم بتوره انت متخيل ان بنزيمة برة الملعب ثاني كده اقولك من تاني ثانية واحدة متخيل بنزيمة برة الملعب رومارينو برا الملعب جوتا برا الملعب كورنادو برا الملعب. حمد الله برا الملعب. كل نجوم الاتحاد برا الملعب. قلت لا ده الاتحاد عايز الشرطة يتعادل النهاردة ويصعد هو والشرطة مع بعض ويخرج الترجي ويبقوا فريقين من اسيا وما اللي صعد. لكن اتفاجأت ان الاتحاد رغم انه بيلعب بكل البدرة بيسجل جول هو في الشوت الاول عن طريق احمد بن مسعود في الدقيقة ستة وتلاتين. لا وهو اللي كسبان. وهو كسبان بقى بينزل خماسي القوة بتاعه بينزل القوة ضربة كلها. كلها. بينزل الحمد الله بينزل بنزيمة كورنادو جوتا رو مارينو. كلهم في الشوت التاني هم كسبانين. وسبحان الله بعد نزولهم على طول هدف التعادل من الشرطة العراقي اللي كان يكفي الشرطة للصعود من غير ما يشوف الترجي بيعمل ايه. لكن على طول راكل الجزاء بعدها كورنادو بياخدوا الكرة ويعدي من واحد واثنين وتلاتة وراكل الجزاء صحيحة يسجلها يا كريم بنزيمة هدف البطولة بتلات اهداف في تلات مطشات كل مطش جول بنزيمة يا جدعان الحكومة يحكم بحكامه في البطولة العربية وبيسجل هدفه التالت عشان يعلنها صريحة الاتحاد جاي اياخدوا البطولة مش جاي يهزة. بيصعد على طول مركز اول بالعلامة الكاملة بالتسع نقاط. اخواتنا رجالة مشجعين الترجي التونسي لايكات كتير وشير عندك في جروباتك. شير في الجروبات عندك كده عشان فيه كلام كتير عايز اقوله على فريق الترجي نسيت اقول في اول اللايف اصلا شيره ولايكات لكن مش محتاجين اقول بقى. اخوتي اللي بيتفرجوا كلهم كله لايك وكله شير جماهير الرجاء يا جدعان محتلة الكومنتات. تخيل بنتكلم عن الترجي وجماهير الرجاء هي اللي شايفها اكتر في الكومنتات فين جمهور الترجي وروني نفسكم في الكومنتات عارف انكم زعلانين جدا عارف ان الخروج من المجموعة بالنسبة لكم هزيمة كبيرة جدا وان الترجي كان يأمل الصعود من المجموعة واللعب على البطولة كمان فريق كبير اكيد فريق الترجي لكن في النهاية تعادل مع الصفاقسي اللي لعب مباراة بمنطق القوة مع انه خارج من البطولة لكن انا اقول شابول الصفاقسي انا واحد اقول شابول الصفاقسي ليه لان انا احب الناس اللي بتلعب بنازقها انت ما ينفعش انك تسيب الماتش زي معناك الناحية التانية الاتحاد لما لقيته بيلعب من غير نجومه خفت انه هيسيب الماتش ولا ايه للشرطة العراقية عشان يخرج الترجي لكن ده ما حصلش يا جماعة في الاخر الاتحاد كسب والترجي كان يكفيه جول واحد بس يخليه يصعد من المجموعة مقدرش يعملها عشان تنتقل المجموعة زي ما بقولك كده مركز اول الاتحاد بالتسع نقاب بالعلامة الكاملة يا الله يا الله الاتحاد السعودي جاي ياخد البطولة زي ما بقولك في المركز التاني على طول الشرطة العراقية باربع نقاط اتعادل مع الترجي خسر من من الاتحاد وقدر يكسب الصفاقسي متزيل المجموعة في المركز التالت الترجي التنسي مركز تالت في المجموعة دي معه نقطتين والصفاقسي بنقطة واحدة بس قبل المجموعات كان توقعي ان اللي اتحاب بالعلامة الكاملة مركز اول يا بشا توقعاتي ما ترجعش وراها كتير لكن توقعت الترجي في المركز التاني قلت الترجي هيكسب وهيبقى في المركز التاني وتوقعته بخمس نقاط يعني لو كان كسب النهاردة كان رحل الاربع نقاط وصعد وكان التوقعاتي تبقى صح مية في المية لكن ده ما حصلش. المشكلة بقى من انا عندي مشكلة كبيرة اول. خلينا بس الاول نتكلم عن الاربع عرضات دول. وفي اجدعان. ده ده سحر ده ولا حظ وحش ولا في ايه. يعني انا ما شفتش هزار كده بصراحة. في الدقيقة خمسين اول كرة رأسية امينتو جاي في العرضة. اه دي اول كرة على طول في الدقيقة خمسين حظ سيء جدا للترجي اللي كان واخد الشوط التاني هو لوحده اللي بيلعب. السفاقسي مش موجود في الملعب الترجي بالطول وبالعرض مسيطر على الملعب كله. في دقيقة سبعة وسبعين بعد كده شوطة من صابر بوغرين تزديدة قوية جدا بتعدي بين اقدام حارس المرمة وبتخبط في القائم. ايه يا حظ? ايه يا حظ? طبعا نسجل امتى? الكرة على طول التانية في دقيقة سبعة وسبعين. الحارس البديل اللي كان وقف للسفاقسي على فكرة بين حسن حارس بديل مش الحارس الاساسي. وبعد كده في دقيقة اه في دقيقة سبعة وتمانين رفعة ورقصية من الصفاقسي وكورة فيها شك في راكل الجزاء واعتراض قوي جدا من لعبت الترجي لكن انا شايفها مفيش حاجة الحكم كان عنده حق راح بص على لان الكرة جات في ايد لعب الصفاقسي اه بس المسافة كانت قريبة اوي لعب الصفاقسي الاول لعبها بدماغه جات في ايد اللاعب اللي وراء لكن مفيش مسافة انا مفهمش برضو اوي في التحكيم اكيد فيه خبراء تحكيم يكلمونا عن الجزئية دي لكن الكرة بعد ما عندت بتيجي المين بتيجي بتيجي المين بتيجي المرياح اللي بيشوب برأسه واحدة بتيجي برضو في القائم في ايه جدعاك في ايه يعني ايه تلات كرات في القائم بكتب كده ان تلات كرات في القائم في الشروط واحد اتفاجئ بصاروخ عمرل وبعدها برضو في العرضة الله ينهى ربيض ينهى ربيض والله والله لو كنت من مشجعين الترجي التونسي كان ممكن يحصل لحاجة في مطشي زي ده ربنا يستورها على مشجعين الترجي كده كلهم يا جدعان كرات في القائم والعرضة اربع كرات لها كتير اوي 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 لكن في النهاية خلينا اقول لك ان صعد فريقين من اسيا الاتحاد والشرطة المجموعة التانية صعد فريقين من اسيا السد والهلال وبيخرج اربع فرق افرق اربع فرق من افريقيا عرب افريقيا كلهم برا المجموعات فينك يا كبير افريقيا فينك يا زعيم افريقيا فينك يانا ديه اهلي اللي لو كنت موجود كنت رفعت راس افريقيا عارف ان الرجاء مش شرفنا عارف ان الرجاء كسب مطشين وصعد رسمي من المجموعات لكن مش كفاية مش كفاية فريق واحد بس من افريقيا كل البقية خرجوا المشكلة اللي خرجوا مين كبار قمة افريقيا لما تكلم في الوداد والترجي فريقين من الفرق المسيطرة على البطولات الافريقية طبعا بعد النادي الاهلي في الفترة الاخيرة يخرج اهل ترابلوس اللي ظهر بشكل قوي جدا يخرج كمان الصفاقسي التونسي طب مين اللي فاض تحدي المنستيري خرج رسمي هو كمان شباب بولوزداد خرج رسمي هو كمان فاضل مين فاضل الزمالك عنده امل ضعيف بكرة قدام الناصرة هيخرج الزمالك كمان تخيل تخيل ان انت بتتكلم في 16 فرقة تمانية من افريقيا يخرج منهم سبعة ويصعد واحد بس هو الراجا الراجا زعيم افريقيا في البطولة العربية في غياب الزعيم الاكبر في غياب الاقوى والاكبر واللي كان يروح كده يرفع راس افريقيا الفوق ويتصدر مجموعته بمنطقة القوة الرجاء الوحيد الرجاء العالمي هو اللي رافع راس افريقيا حتى الان في غياب الزعيم الاكبر في غياب النادي الاهلي ترجي وداد زمالك مينستيري صفاقسي شباب بولوزداد كله 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 اهل طرابلس مفيش حد قدر يصعد من المجموعات باستثناء فريق واحد هو فريق الرجاء اللي جماهيره منوراني في الكومنتات شيروا يا جماعة اللايب في كل حتة لايكات كتير كده قولي في الكومنتات هليقدر الرجاء انه ياخد البطولة هليقدر يرفع راس افريقيا ويجيب البطولة واستسابع فرق من اسيا ولا الموضوع هيبقى صعب جماهير الترجي تقول لنا في الكومنتات مدى رضاهم عن اداءهم النهاردة شايفين ان فريقهم عمل اللي عليه ولا ما عملوش اللي عليهم وكان فيه احسن من كده هستنى اشوف الكومنتات كلها وهل الاتحاد السعودي هو فعلا اقوى فريق في البطولة وهو الفريق اللي يتخاف منه وشايفين انه رايح يجيب اللقب مين الفرق الاقوى من وجهة نظركو هشوف الكومنتات لايكات كتير شير كتير ودي اللايب في كل حتة كده نورني على اليوتيوب يا رجالة الالف ومتين واحد اللي معايا دلوقتي دول عايزهم يروحوا على اليوتيوب ينوروني دلوقتي كده شترك على اليوتيوب وفعل الجرس اسم القناة الكرة مع ابناصر زي هنا بالزاد في حاجات بتنزل على اليوتيوب ما بتنزلش هنا والفيديوهات بقى مش اللايبات تنزل هناك قبل هنا بساعتين على الاقل روح على اليوتيوب اعمل اشتراك فعل الجرس كده ونورني واعمل فولو لو مش عامل فولو دلوقتي على الفيسبوك عشان يجي لك كل جديد سلام اشتركوا في القناة